أمي أمي ماذا بك يا بنان ماذا كنت تفعلين كنت أشاهد التلفاز وحفظت حديث جديد أريد أن أقوله لك ما شاء الله يا بنان تفضلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة ما شاء الله يا بنان وماذا أيضا وسمعتهم يقول في التلفاز أنه علينا أن نتحلى بخلق الحلم صدقوا يا بنان جزاهم الله خيرا فالله هو الحليم الحليم ما معنى الحليم يا أمي هل هو من أسماء الله الحسنة نعم يا بنان الحليم من أسماء الله الحسنة فالحليم هو واسع الصبر يمهي الخلقة حتى إذا أخطأوا أو قصروا يصبر عليهم ولا يعجل لهم العقوبة لعلهم يرجعوا يرانا نخطئ ومع هذا يرزقنا ويرى الكافرون لا يعبدونه ومع هذا يعطيهم الفرصة طلو الأخرى فالله عز وجل هو صاحب العفو والصفح الله يا أمي ما أجمل اسم الله الحليم هلا قلت لي الآن كيف أدعو الله به وكيف أطبقه تدعين الله به يا بنان بأن تقولي اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك وعلى عفوك بعد قدرتك وكيف أطبقه أنت تمرني يا بنان على كظم الغيب وعدم الغضب وتصفحي عن من أساء إليك وتتجاوزي عن خطأي يعني لو أحد أساء إلي أسكت نعم يا بنان تسكتي وتسامحي سأحكي لك الآن قصة حلم زين العابدين وكيف أطبق صفة الحلم في أجمل سورها زين العابدين من يكون زين العابدين يا أمي هو علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه جدته هي السيدة فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا بنان يذكر أن جارية كانت لزين العابدين وكان يوما يريد أن يتهيأ للصلاة ويتوضأ فجعلت تسكب له الماء فصبقت الإبريق من يد الجارية على وجهه فشجه أي أصابه يا خبر لقد أوجعته الجارية نعم يا بنان فرفع علي ابن الحسين رأسه إليها متألما فخافت الجارية وقالت إن الله عز وجل يقول والكاظمين الغيظ أي طلبت منه أن يكتم غيظه فقال لها لقد كاظمت غيظي قالت والعافين عن الناس فقال لها قد عفى الله عنك قالت والله يحب المحسنين قال اذهبي فأنتي حرة ما شاء الله يا أمي يعني أصابت وجهه بالإبريق وأوجعته ولم يعاقبها ولم يصرخ فيها لا يا بنان بل والأكثر من ذلك أنه سامحها وأعتقها آه الآن فهمت يا أمي ما أحلم زين العابدين كان من الممكن أن يصرخ في وجهها ولكنه فضل أن يكون حليم أحسنت يا بنان ربنا يرزقك الحلم يا بنيتي فليس القوي من يغضب ولكن القوي من يملك نفسه عند الغضب صدقتي يا أمي أما الآن يا بنان اذهبي ورتبي غرفتك من فضلك قبل أن ينفذ حلمي لا لا داعي لذلك سوف أذهب أما الآن يا أصدقائي الأعزاء فقد حان وقت الذهاب وأراكم في حلقة قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر